بسم الله الرحمن الرحيم مع تحفظي بذكر اسم الراوي وقبيلته فقد حدثني صديق مقرب لي أن قريبه سافر إلى إحدى البلاد العربية وتزوج من امرأة هناك ثم جاء بها إلى الكويت فأحبت امرأته أن تزور أختها المتزوجة من رجل كويتي فلما زار صاحبنا عديله كما نقول في اللهجة وإذا بعديله ينتمي إلى قبيلة لا يحصل التزاوج بين هاتين القبيلتين أبدا فقال هذا الرجل قريب صاحبنا لعديله أنت تدرنا ما بين زواج ولا نكون عدله في مجتمعنا الكويتي والخليجي يطلق ولا طلق قال شو نطلق أم عياري علشان حضرتك ما تبصر عديلي يهتم زواجك ولا طلق فلم يفارق صاحبنا مجلس عديله حتى طلق امرأته والتي تزوجت بعد ذلك من رجل من قبيلة ذلك الرجل هذا الواقع موجود للأسف في بلادنا الخليجية لا يحصل التزاوج بين القبيل وغير القبيل أو بين القبيل والخضير أو البيصري كما نقول في لهجتنا وهذا الاعتبار ليس له أصل في الدين فالكفاءة في ديننا هي كفاءة في الدين إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد ووسامة بن زيد المتزوجة من قرشيتين ومع بلال المتزوج من امرأة بني زهرة من قريش هذا يدل على أننا ما زلنا أسارة عادات لا علاقة لهذه الدين لكن للأسف بعض الناس لا يستطيع أن يواجه مجتمع أسأل بشكل يومي عن بعض الأسر التي لا تكون قبلية لذات قبيلة معروفة خضيرية أو بيصرية هل يمكن التزاوج؟ فأقول لهم من حيث الشرع يجوز التزاوج بينهما لكن إذا استطعت أن تواجه مجتمعك وقبيلتك وتسلم بنتك إلى ذلك الرجل الكفء في دينه وعقله ومرؤته وصاحب المنصب والمال وغيره على حساب عادات موروثة لا علاقة لها بالدين ففعل فمنع التزاوج بين القبيل وغير القبيل هذه عادة لا أصل لها في الدين